ايه هي افضل طرق طبعية اتخلص بيها من اعراض التهابات وحساسية الجيوب الانفية عندي احتقان في الحال عندي بلغم كتير متراكم ومش قادر ان انا اتخلص منه اول ما بدخل الخريف او الشتاء منعتي بتضعف وبحس ان انا بيجي لدور برد واحد ورد تاني ومش بخلص حتى من تبعات ادوار البرد بحس ان انا طول الشتاء والخريف عيان وعندي بلغم لو انت حتى موسم الحساسية بتاعك الفترة دي وبدأ يجي لك اعراض زي الحساسية زي الرشح بدأت ان انت مش عارف تتنفس ده بيخليك مصدع اغلب الوقت بتنام بالليل وتصحى تلاقي عندك احتقان في الحال لانك مش عايف تتنفس طول ما انت نام وعملت تتنفس عن طريق الفم كل الحاجات دي بطرق طبيعية فعالة جدا انا هساعدك ان انت تتخلص منها اول حاجة طبيعية انا عايز ابدأ فيها الفيديو النهاردة وهي زيت اكتر من رائع لو انت تناولته بشكل يومي وعليق ابحاث علمية ودراسات كتير جدا لا حصرة لها قد ايه هو مثالي لكل المشاكل ده انا ذكرتها هو زيت حبة البركة السوداء احنا بنسميها الحبة السوداء او حبة البركة الزيت بتاع حبة البركة السوداء ده مضاد التهاب قوي جدا لانه اصلا كل المشاكل اللي احنا ذكرناها دي هي بدايتها للتهاب عدوة بكترية او فيروسية بدأ الاخشاة المخطيرة اللي عندك تلتهب وتورم مش عارف تتنفس المجاري الهوائي عندك بدل ما هي يبقى فيها هوا بدأت تتملأ مخاط احتقان في الحلق وهكذا فليه زيت حبة البركة السوداء ده اول حاجة هو يعتبر مضاد حساسية طبيعي ومضاد هستامين طبيعي تاني حاجة عندنا بيعتبر علميا حاجة اسمها يعني ايه احنا عندنا اي حد بيجيله حساسية في اوقات معينة من السنة الفكرة كلها ان انت عندك حاجات معينة كده في الجو جسمك بيتفاعل معها تفاعل غير طبيعي جرد ان جسمك بيتعرض للحاجات دي يبدأ ان خلال مناع يحصل فيها تفاعلات معينة ويبدأ يطلع عندك الماركرز او العوامل بتاعت الالتهاب زيت حبة البركة السوداء بيوقف الموضوع ده بيمنع الرسبونس او الرد الفعل المناعي الغير طبيعي على الحاجات اللي في الجو اللي عندلك تحسس اللي مخليها الموسم بتاعك في الشتاء او في الخريف وفي نفس الوقت يجي دوره بقى انهم ضد التهاب ان هو بيمنع الماركرز او عوامل الالتهاب اللي بتطلع عندي لما بتعرض للعوامل دي بيمنع كمان عوامل الاكسادة اللي بتتكون بشكل زيادة عند اي حد عنده تحسس او التهابات جيوب انفية او حساسية صدرة او كده الناس دي علميا عندهم عوامل الالتهاب وعوامل الاكسادة كرد فعل مناعي من الجسم اكتر بكتير من الاشخاص العاديين عشان كده هما بيتبهدلهم يعني مجرد ان هو الجو بدأ يتغير تلاقيه على طول التهابات مش قادر دور برد بيجيله تلاقيه حتى دور البرد بيقعد معه كتير مش زي الناس العادية تلاقيه دور برد بيطول معه لحد اسبوعين فانت لازم تبقى فاهم الحتة دي ان انت اشتغلت هنا على التفاعل المناع اللي احنا بدأنا به اشتغلت على عوامل الاكسادة وعامل الالتهابات اللي زودت لك الدور وزودت لك الالتهاب وخلت المشاكل دي كمان تطول معك ومش عايف ان ان انت تتخلص منها وهي اصلا الاساس لكل احتقان بيحصل عندك سواء في الانف او في الحلقة او حتى في صدرك فده هو بيعمله علميا مثبت انه افضل زيت تاخده لو انت عندك حسية جيوب انفية التهاب جيوب انفية عندك ازمة او حسية صدق حتى الناس اللي عندها اجزيمة للحسيات الجلدية قالوا ان احسن زيت لها علمان هو زيت حبة البركة وطريقة سهلة جدا انت بس بتاخد اي عصير بتشربه بتشرب بقى عصير جوافة عصير فراهول اي حاجة ان انت تشربه انا عايزاك تجرب كل يوم الصبح على الريق تعمل عصير او تاخد معلقة كده حتى لو انت من الناس اللي تقدر تبلع زيت تاخد معلقة كده الصبح كده على الريق اول حاجة دي تعملها وشوف ثلاث اربع تيام اسبوع انا عايزاك تيجي كده في التعليقات تقول لي ايه الفرق اللي حاسيت بيه في منعتك في صحتك الاحتقان اللي عندك كل مشاكل الجيوب الانفية او الحساسية اللي عندك لما تنتظم عليه بشكل يوان وكمان في ميزة هما لما لقوا ان هو فعال جدا في كل الحالات دي وفعال طبعا كمان غير الحاجات دي ان هو بيقلل الكولسترول الضر بيقلل سكر الدم حلو المناعم ضد سرطانات حاجات جميلة جدا بيعملها بدأ ان هما يعملوا حاجة دراسات عليه دراسات اثبات لقوا ان هو من اكتر زيوت الامنة ان احنا ناخدها عن طريق الفم امن لمرضى الكابت لمرضى الكيلة لمرضى القلب امن لمرضى السكري ما فيش منه اي مشاكل هو فعلا امن جدا جدا للاستهلاك اليومي وانا انت تستمر عليه زي ما انت حابب بقى فترات طويلة زي ما تحب خلاص فده اول حاجة معانا هو زيت حبة البركة السوداء طيب تاني حاجة بالنسبالي ويا جزئة الاستنشاء بجد لو انت عندك اي حساسية اللي ان ذكرتها ولحد دي قطة انت مجررتش استنشاء الزيوت العطرية فيتك كتير 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 انا بعتبر استنشاء الزيوت العطرية ده سحر لاي حد عنده مشاكل في الانف عنده مشاكل في مش عايف يتنفس كويس من صدره عنده حساسية في صدره بتريح في وقتها فعلا وطريقتها بسيطة وطبيعية وتقدر تشتريها من اي مكان افضل زيوت عندك زيت اليوكاليبتوس عندك زيت النعناع زيت القرنفل القرنفل مضادة حية وطبيعي مليئة مضادات فيروسات ومضادات حيوية نفس الكلام برضو النعناع لزيت العطرية اللي فيه بتساعد ان المجاري الهوية تبدأ انها تتفتح تتنفس بشكل كويس ليه خواص برضو مضادة للبكتيريا اليوكاليبتوس بقى مميز عنهم ان هو ليه تأثير كده حاجة اسمها يعني ايه؟ في عندنا خلايا اسمها دي بيبقى في عوامل معينة اسمها بتتفاعل معها لما الجسم يتعرض لأي حاجة بيتحسس منها زي حبوب اللقاح زي الترابر اللي في الهوى الحاجات فالتفاعل ده بيحصل عند الاشخاص اللي عندهم حساسية هو بقى بيمنع حلوس التفاعل ده ده ميكانيز مكوي جدا بيشتغل بيه زيت اليوكاليبتوس فانت بتعمل استنشاء بالزيوت دي لو انت هتشتري الزيوت العطرية المركزة اللي بيبقى زيت صغير كده وسعره عالي شوية اللي انت هتستخدمه منها لكل 250 نقطة بتستخدم 3 نقطة بس لانها زيوت مركزة جدا لكن لو انت هتجيب الزيوت العالية اللي عند العطار انت بقى ممكن تمكس ممكن تعمل نعناع مع قرنفل يعني انا كنت نزلت الاستنشاء ده قبل كده يعني هسيبلكو تعليقات الناس اللي جاتلي على النتيجة بتاعته معهم انا فيه واحدة كتابتلي انا حاسيت ان انا شميت كل الاكسوجين اللي في الهواء لما عملت استنشاء فعلا يا جماعة رائع انت اول بس ما بتستغرمه الانف بتتفتح الاحتقام بيخف السدري بيتفتح انه هو خلاص انت عارف تتنفس يبدأ بقى كل التعب والمشاكل اللي عندك في الجزئية دي انها تختفي القدم اللي هنا في مناطق الجيوبة الانفية يهدى بترتاح فعلا فالطريقتين اللي ممكن نعمله بيهم انت مستعجل الصبح كبات مية مغلية عليها ثلاث نقط او معلقة صغيرة زي ما قلنا من اي نوع فيهم او مكس بين نوعين تبدأ ان انت تقفل كده عليها بايدك وتبدأ ان انت تشمها عايز بقى الموضوع يبقى بروفيشنال اكتر تبقى نص لتر مية وتخط عليه لا اما مثلا معلقتين صغيرين او ستة او سبع نقط زي ما قلنا بابدأ ان انا اقفل على نفسي بفوتا بابدأ ان انا استنشئ الابخرة واطول بقى على قد ما اقدر لحد ما حس ان انا ارتحته وخلاص عارف تنفس المجاري الهوائية عندك اتفتحت خلاص خلاص تتوقف الجزء دي كده جزئية الاستنشاء هنتكلم عن اخر حاجة معانا في الفيديو ودي حاجة انا عايزاكم تبقى عادة كده عندكم في كل دخلة موسم حساسية عندكم انت بقى الموسم بتاعك الخريفة الشتاء قبلها تبدأ تاخد حاجة اسمها الانستالسستين ايه هو الانستالسستين دي ده ده مركب فكرته انه هو بيدوب الروابط اللي بتكون عند المخاطئة والبلغم كتير جدا جدا بيبقى من كتر الالتهاب اللي حصل وتفاقم وانت اهملت العلاج بالنسبة لك بيبدأ البلغم والمخاطئة عندك يبقى لازج بشكل رهيب اللي هو انت بتحط بخخات بتعمل كل حاجة انت شايف تطلعه لازق في حلقك لازق في الجزئية بتاعت الانف من هنا وبدأ بقى ان هو لازق في المجاري الهوائية فانت مش عارف فعلا تتنفس وفي نفس الوقت الصداع بقى وسخونة في الاماكن دي اتعامل بلوك بقى للتركيز وللاستعاب وللزاكرة وكل حاجة خلاص المخ بقى مش وصل له اكسجين كفاية المخ بيتأثر فعلا انتش مركز تقول لهم حاس انك عايز تنامه وبتتاوب لدي بقى ميزة الاناستالسستين وبيكسر روابط بتاعة المخاط دي يعني لو انا عندي حاجة متكتلة قوي مش حارفة طلعها مهما عملت ومهما استخدمت بيدوي بهالي لبيبقى حلو كده ان انا اخد جرعة منه مثلا اسبوعين واربع هو بيتاخد 600 ميلي جرام يوميا فيه منه طبعا فورات اللي هي الاناستالسستين او تاخد كابسولات اناستالسستين تركيز 600 بتاخد منه مرة يوميا مثلا ايه اسبوعين بيعمل ايه تاني انا ليه بقول ناخده قبل الفترة دي بيفرق في مناعة السدر بيفرق انه هو بيحفز عندك تكويه هو نفسه ضد اكسادة وبيحفز عندك تكويه ضد اكسادة قوي جدا اللي هو الجروتاسيون دي حاجة احنا قلنا انه مهمة جدا لأيه حد عنده حساسية لان الالتهاب وخلي المضادات الاكسادة تفرز من الجسم بكميات كبيرة جدا بيفرق في مناعة السدر بيفرق لو انت خدته في الفترة دي ان انت مايجيلكش ادوار برد كتير ورا بعضه بشكل مكسف في ايش اخو كمان سعره بسيط دي من الحاجات برضو اللي تفرق قوي معاكم اخر نقطة هي نقطة الاعشاب لان دايما الناس بتسألني ايه الاعشاب الحلوة لان انا اشربها لو انا بيجيلي برد لو انا على طول عندي مخاط لو انا مش عافق لا يعلى بالنسبة لي على الميكس ده البابونج معها التليا او التليو بتتبع برضو في العطارة او بتتبع بكت معها اوراق الجوافة روح الى عطارة اشتري اوراق الجوافة الميكس ده رائع للاحتقان والبلغم وبيقلل الحرارة بتاعت الجسم وكمان اطرد للبلغم ومزيب للبن وبتشربهم ميكس رائع لأي مشاكل عندك وحتى لو انت عندك برد بتشربه بالليل بتلاقي نفس الجسم كده بدأ يعرق والحرارة بتنزل وبتصحى تاني يوم حاسس باختلاف واحتقان الحلق بيقل بنسبة ما تقلش عن 78% فجربوا كل الحاجات الطبيعية اللي انا قلتلكوا عليها باذن الله تفرق معاكو جدا 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 واتمنى يكون الفيديو قفاتكو يقول الفيديو عجبكو واسماتوا اي معلوم جديد بالنسبة لكو ما تتنشوش تركو بالقناة اتفعل اتجاروا استعمالوا اجابة بعد الفيديو عشان وصل لك بالقدر من الناس ويستفادوا اشوفك على خير ان شاء الله فيديو جديد